أحكي لكم حدوطة لماذا يحدث ذلك في الساحل؟ مش عارف لماذا يحدث ذلك في الساحل؟ ليه يا جماعة لما يجي أفتح السوشال ميديا وأنا ما عنديش سوشال ميديا فبعمل إيه بقى؟ بروح مثلا إيه أنا بقعد أتفرج على الفيديوز بتاع التيك توك حلو؟ فألاقي في حاجات كده قاعد عمالة بتترند ده واحد اتنين روح واخد الـ subject أو الموضوع وأبدأ أعمل عليه search عن طريق جوجل فيفتح لي الحاجات اللي على فيسبوك ومش عايف إيه ومين بيقول إيه والقصص دي لقيت أن هناك شغلا شاغلا بمسألة الإجارات في الساحل الشمالي أسعار الغرف الفندقية في الساحل الشمالي أسعار السلح والسلع والخدمات في الساحل الشمالي وعدت برضو بني وبينك أفكر ما تروحوش الساحل الشمالي بمنتهى البساطة يعني شوف في قدامنا حاجتين اللي بيحصل ده امفلات سعري غير طبيعي بالمناسبة يعني على كل المستويات يعني مثلا مثلا فلان الفلاني عاوز ياخد بعض وروح الساحل الشمالي فعاوز يأجر حاجة شالي هنفترض الأول الحاجات اللي هي إيه القرى الساحية اللي على صف البحر فهتلاقي أقل شالي بيتأجر على صف مش مطلع البحر القرى اللي هي بنسميها إيه شمال الطريق أو يمين الطريق ويسار الطريق شمال الطريق وجنوب الطريق عارفينتوا الحاجات دي؟ تمام القرى اللي على صف البحر مش اللي هي وراء بقى على الأسفل تلو وراء دي معتالناس الطيبين والله المهم يعني خلينا في الحاجات اللي قدام دي سيبك من أسعار البيع مش ده موضوعي أنا موضوعي هنا في فكرة الإيجار ليه ليه أقل حاجة ممكن توصلها تبقى 3000 جنيه في الليلة طيب لما فلان الفلاني هياخد بعضه مثلا ويأجر شليب 3000 جنيه في الليلة عشان يقعد أسبوع طيب أقول لك عشرة يام عشان الحزبة تبقى سهلة يعني هيدفع 30 ألف جنيه لا كل ولا شرب ولا العيال لعبه ولا اشتروا عوامة ولا طيارة وراء باتمان كنت أنا أحب باتمان قوي وأنا صغير باتمان والسوبرمان مهم يا دول بتوع دي سي مهم دي سي ليه الشركة فمفيش الله شيء غريب جدا اللي بعده ليه فلان الفلاني لما يروح يشتري إزازة مية ولا يشتري كباية قهوة ولا يشتري شوية شاي يلاقي الأسعار 4, 5, 6, 7 أضعاف الطبيعي ليه ليه طيب لما يجي المواطن رب الأسرة يطلع من ميزانيته 30 ألف جنيه علشان أربع جدران وسقف طب هو هيأكل العيال بكام وهيلعبهم بكام وهيشتري لهم شوية حاجات يفرحوا بيها كده في الأجازة اللي مع أبوهم ومع أموهم بكام ده شق تروح على أسعار الغرف الفندقية وأنا أهلا وسهلا بكل الفنادق اللي موجودة وأنا عارف كويس أن في أمور كتير جدا لازم بتخضع للمحددات بتاعة وزارة السياحة وما إلى ذلك وده صح 100% وأنه في حاجات كتير متعلقة يعني يوسف بحاجة اسمها العرض والطلب أقول له تصدق الرجل أنا كنت بدرس اقتصاد في مرحلة ومراحل عمري اليائس البائس أنا عارف حبيبي يعني عرض وطلب أنا سؤالي هو إيه هو العرض والطلب في أنه يبقى فيه قوضة إيجارها في اليوم أين كان القتال بقى 40 و50 و60 و70 إيه علاقة العرض والطلب ده ما أنا مش فيه يعني تيجي تقولي أصلا إقبال علي جدا أقول لك طب هو مش فيه عقل يعني عقل طيب السؤال اللي بعده هو مش أنا لما أعمل عملية اتزان ساعري في الساحل وأنا غيرك في حاجة حلوة بعد شوية هتعلم الساحل كله الأدب اتزان ساعري ده هيؤدي إلى المزيد من الإقبال والمزيد من الإقبال أي اتساع في دورة رأس المال حجم رأس المال اللي هيتصرف في الساحل هيب أكتر بكتير بمنتهى البساطة أنا ما بقولكش إن الحاجة مثلا اللي إيجارها عشرة خليها بألف بس خليها خمسة الحاجة اللي إيجارها عشرين خليها عشرة تلاتين تبقى خمستاشر سهلها عن الناس بسط الحكاية عن الناس قدر الإمكان عزيزي المالك أنت شخص غريب جدا مالك الوحدة السياحية الشليه الشقة الفيلا القصر زي ما يطلع أنت غريب جدا يا راجل ده في ناس تبقى حطى الوحدة بتاعتها للإيجار أنا الحاجات دي بتاخد مني وقت يعني بععد أتابع وأشوف حطت الوحدة بتاعته للإيجار حلو حطت مثلا ما سأقولك إيه عشرة تلاف جنيه في الليلة معلش ساحل بقى بير نايت أوكي هاي المهم بير نايت عشرة تلاف تكلموا بعد أسبوعيات اتأجرت لا اتأجرت اتأجرت لا طب أنا عايزها بسبعة لا حضرتك بعشر طب ما أنت ما أجرتش يا ابني بعشر ما أنت ما أجرتش يبقى تنزل بالساعة التجارة تقول كده اللي يجي يقولك أصل كل الوحدات اللي في الساحل كانت متأجرة لا لا ما كانتش كل الوحدات متأجرة ولا حاجة طيب تعال هزيدك من الشاعر بيت احنا عشنا قصة الساحل دي من ساعة ببقى في حالة اسمها القرص يا حي يعني من الجيل بتاع بناخد بعضنا ونروح نأجر شقة دور أرضي في المعمورة أو شليه في العجمي والسلام عليكم منكم وإليكم حلو وكنا نجري كأطفال صغار حفاة في شوارع العجمي ونركب العجل في شوارع المعمورة نستمتع بريحة الفل والجوافة بتاعة المعمورة الحلوة الجميلة الظريفة دي وكنا نحب الدور الأرضي عشان نقطف جوافة من الشجرة اللي موجودة في الجنينة بتاعة الشقة الدور الأرضي إلخ 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 هتيجي تقول لي أصل برضو ما هو أنت لما تيجي تشوف التنامي السعري هتلاقي بالنسبة والتناسبة هي هقولك لأ طبعا لأ طبعا أنا من عائلة متوسطة الحال أهلي موظفين أنا الأهلي لا بيزنس من ولا مليونيرات ولا ملياردرات أنا كل القصة استثمروا في تعليمي أنا واختي بس والسلام عليكم برضو فإحنا عائلة موظفين كلنا موظفي أنا طلعت موظف بانه ماشي بنا هنا موظف طيب طيب فلأ إحنا كان عندنا مقدرة كموظفين يعني أنا أمي ست عمليا تعتبر موظفة ليه لأنها كاتبة كانت في صغرها صحفية صغيرة في مؤسسة روزا اليوسف ملك الدولة بتاخد المراتب معندناش مصدر نقل تاني ماشي طيب فكان بمقدرنا كموظفين عائلة موظفين نصيف في نفس المصيف اللي بيصيف فيه أغنى ناس في البلد المعمورة والمنتزى والعجمي سؤالي هل الموظف دلوقتي يقدر يصيف في مش عارف إيه ومش عارف إيه ومش عارف إيه ليه في السحل لا طبعا ليه علشان المبالغة غير المفهومة وغير المعهودة وغير المقبولة بالمناسبة ترجمة نانسي قنقر